شارك وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ في كوب 27 الاجتماع الوزري الافتراضي لمنتدى الاقتصادة الكبرى حول التاقة والمناخ وذلك بناء على دعوة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري تناول الاجتماع ما تحقق من نجاحات خلال كوب 27 مؤتمر بشرم الشيخ وسبول البناء عليها في إطار تحضير لمؤتمر المناخ المقبل المقرر عقده نهاية العام الجاري في دورته الثامنة والعشرين في الإمارات وأكد شكري على ما مثله مؤتمر شرم الشيخ من محطة هامة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لالتزامات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولية كما أوضح وزير الخارجية أن نجاح عمل المناخ الدولي في تحقيق أهدافه يتطلب مراعاته لشواغل مختلف الأطراف المعنية بما يعزز من ثقتها وانخراطها في العمل المناخية ترجمة نانسي قنقر